أهلاً أحبائنا مشاهدينا صلب المسيح ضعف أم قوة شفنا أحباء أن المسيح ترك الجليل وذهب إلى أرشليم ثبت وجهه وكان دايماً بيتكلم عن الساعة والساعة لابد أن تتم بالتوقيت الإلهي وكل الآيات اللي اقتبستها هو فعلاً يسوع ذاهب إلى الصليب وأنه كان هو سيد الأمر كله إله السيادة والسلطان الكامل في كل أحداث الصليب ولكن خليني في هذه المرحلة شيء آخر يسوع وهو على الصليب برضو كان متحكم بكل زمام الأمور كلمات المسيح على الصليب مزهلة جداً أحبائي يهتم بأمه فكيف يشبه المسيح بشخص آخر بديلاً عنه على الصليب وهو الذي قال لمريم أمه هو ذا ابنك لا يحنى ثم قال ليحنى هو ذا أمك ألا يستطيع أن يميز يسوع المسيح على الصليب وكيف يكون على الصليب لو كان شخصي غير المسيح لقال ظلم يا جماعة ظلم مش أنا ولكن كان سيد الأحداث كيف وهو على الصليب يقول للص التائب اليوم تكون معي في الفردوس فإذا حبائي كل ما يتطلب منه اقرأ بشارة واحدة من الأنجيل المقدسة اقرأ إنجيل يوحنى تحتاج لنص ساعة ثلاثة ارباع الساعة وهل بتجازف في كل أبديتك وبتقامر بحياتك ونفسك لأنك مش قادر تقرأ ولو ثلاثة ارباع الساعة لساعة وهي الساعة اللي راح تغير كل حياتك ومصيرك وأبديتك مجرد تسمع أقواله بترددها وبتكررها من غير ما تعرف ما هو الصح وكيف المسيحي بفكر وماذا يقول للكتاب المقدس من أجل أبديتك ومن أجل مصيرك أنا بشجعك إنك تقرأ في كلمة الله ولكن المسيح على الصليب اسمع كلمات التعيير والاستهزاء حتى من الكهنة فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله عم بيتكلموا كل هاي التعبير الصحيحة لو أنت فعلا المسيح مختار الله كما تقول النبوات عنك فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به لاحظ الكلام فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به لأنه قال أنا ابن الله يعني الدليل تبعهم لو نزل المسيح عن الصليب لأنه قال أنا ابن الله كان آمنه ولكن في دليل أعظم اللي هو قيامة يسوع المسيح من بين الأموات حتى على الصليب المسيح لم يستجب لطلباتهم يعني السخيفة خلينا أقول أنه بحاولوا يطلب من يسوع بلاش تتصلب انزل كأنه بصفه أو بأيده الشيطان الذي يرفض صليب يسوع المسيح شيء مهم جدا على الصليب و أنا عاوزك توخد بالك من هذا الموضوع انتبه للشيء اللي إسا أنا رح عنه على الصليب مكتوب فلكي يتم الكتاب قال يسوع المسيح وهو على الصليب أنا عطشان شيء آخر يعني لاحظ التسلسل يا أبتاء في يديك أستودع روحي لاحظ شو بقول كتاب نكس الرأس أولا ثم أسلم الروح والشيء المتعرف عنه أحبائي أنه الشخص يسلم الروح فيسقط الرأس وتسقط الأياد فيكون جثة هامدة لا روح لها ولا حياة ولا حركة ولكن لاحظ سلطان المسيح بين يديك أستودع روحي مكتوب نكس الرأس ثم أسلم الروح هل في معلومة دقيقة أكثر من هذه المعلومة إخوتي وأخواتي بهذا المعلومة إذا عندك أي شك الآن أدعوك أن تؤمن بيسوع المسيح ولا تجازف بحياتك وأبديتك أو كما قال له سلطان على روحه مثل ما مكتوب أسلم نفسه للموت ثم سلطانه على الموت أيضا أحبائي هذه الكلمات والترتيب الإلهي اللي تكلم فيها يسوع المسيح هي كفيلة أنه نشوف أحداث الصلب بالتسلسل بالتناغم بالتوافق والانسجام مع كلمة الله مع ما هو مكتوب مع ما قاله يسوع مع النبوات العديدة سواء في العهد القديم أو النبوات في العهد الجديد اللي تنبأت فيها عن صلب يسوع المسيح هي بحد ذاتها برهان مثل ظهور الشمس في السماء موسيقى موسيقى